قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى اللهم لك الحمد حمدا ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما بينهما وملأ ما شاء ربنا من شيء بعد اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ثم أما بعد تخيلوا يا جماعة لو وقفنا أي شاب ماشي في الشارع وفتحنا قلبه وخرجنا منه الموبايلات والعمارات والشهادات والدنيا هيفضل من قلبه قد ايه لربنا سبحانه وتعالى قد ايه من قلبه بعد الشهادة وقلد كلها ما تتشال lake ifضل من قلبه لله سبحانه وتعالى الكلام ده انا عارفه الكلام ده انا عارفه صيحة جديدة في عالم الشباب كل ما ديجي تكلم شابه عن ربنا وعن الدين وعن الامام وعن ترك المعاصي يقولك الكلام ده انا عارفه قال لا انت عارفه طب تخيل لو دخلت امتحان بتبص على ورقة الاسئلة السؤال الاول ياها السؤال ده انا عارفه والسؤال التالي السؤال ده انا عارفه والسؤال التالت السؤال ده انا عارفه الاسئلة كلها عارفها ام تمطبق الورقة وحططها في جيبك هتيجي النتيجة ايه صائد طبعا تروح تتظلم وتقولهم ازاي السؤال ده كنت عارفه وده عارفه الكلام ده كله انا عارفه هيقولك ايه هيقولك ان النجاح مش على انك كنت عارف الاسئلة ولا لا على انك جاوبت ولا لا انت جاوبت ولا لا يا جماعة ابو جهل اللي فقع جهنم والعيذ بالله كان عارف كان عارف كل حاجة كويس جدا ولكن مرضاش ينفذ مرضاش يضحي مرضاش يسيب فبقى ابو جهل يا اخوانا اليهود اللي ربنا مساخهم كرده وخنازير اكتر ناس عارفة في الدنيا دي كلها اكتر ناس عارفة الصح والغلط امال اللي ربنا سموهم المغضوب عليهم في صورة الفتحة لانه هم مرضوش مرضوش يشتغلوا عارفين بس مرضوش يطبقوا ابليس عليه لعنة الله اكتر واحد عارف ده كان عيش فوق يا جماعة ابليس وعارف كل حاجة وعارف الصح بالغلط يعني الكلام ده هو عارف كويس اوي ولكن والعياذ من الله ربنا لعنوا طردوا ليه لانه قالوا ربنا لا وربنا ما يتقالوش لا عارف كلمة عارف ده حج عليك أصلا قدام ربنا كل آية انت عارفها حج عليك كل حديث انت عارفه حج عليك كل حكم فقه انت عارفه حج عليك كل معلومة في الدين عارفهنا دي حج علينا أصلا يا جماعة تخيل يعني بروح اقول له واحد علبة السجار مكتوب عليها تسبب سرطان يقولك عارف قال لا طب يا ابني عارف انت خال انت روح تجيب علبة تونة من الماء ده لقيت مكتوب عليها تسبب السرطان عارف عارف وبتاكل يبقى مجنون بقى يبقى نجنان يا جماعة زي واحد بيأكل سم يا ابني الاكل ده في سم عارف ويكمل ياكل لو انت عارف يبقى ده جنون طب لو مش عارف تعالى مع الرافك تعالى مع الرافك بقى قول الله سبحانه وتعالى اذا الشمس كورت اذا اذا ليه كلمة يقين يعني جاي جاي يعني هيحصل هيحصل يعني الكلام ده في يوم الايام هنعيشه صوت وصورة يا جماعة الوقت يبث الوقت الكلام ده بيتبثلنا من اليوم الاخر بنشوفه قدامنا في الايات ولكن الكلام ده في لحظة من اللحظات هيبقى صوت وصورة هنعيشه اذا اول صورة التكويل اتناشر اذا اذا الشمس كورت اذا النجوم انكدرت اذا الجبال سيرت اذا العشاء روعت طلت اتناشر اذا اتناشر مشهد ولتقطه من خمسين الف سنة من احداث خمسين الف سنة يوم الايامة وجولك جوم اللي اتناشر مشهد عينة بس ربنا بيقولك شوف دي عينة ده نبداية يوم الايامة لسه الحزان ما بدأتش اتناشر قسم ربنا اقسم بيوم على علمت نفسه ما احضرت ولما ربنا يقسم الاقسام الكتير دي معناها ايه معناها ان ربنا غضبان سبحانه وتعالى اذا الشمس كورت اذا واذا واذا مشاهد كان واحد يبص اذا الشمس كورت بعد كده يلتفت واذا النجوم انكدرت بعد كده واذا الجبال سيرت هو مش حارف يبصل ايه ويسيب ايه وربنا في القرآن ما جابش الشمس غير فأيتين من آية القيامة كلها لأنا من بدري بتتكور وتترمى في جهنم تصعر بقى جهنم حاجة بتخلص من اولها جماعة بيخلص من اولها عشان كده ربنا يقول اذا الشمس الشمس الرهيبة دي اللي من وراءنا قورت اتفت واذا النجوم الرهيبة دي اللي بالمليارات انكدرت واذا الجبال العظيمة دي سيرت ربنا يقول لك شوف المخلوقات العظيمة دي هعمل فيها يوم الايامة صورة التكوير بتتكلم عن عذاب الرعب يوم الايامة عن الرعب اللي هيبقى قلب العاصي فيه يوم الايامة غاية مقلبه يتخلع من مكانه صورة التكوير الانسان لما بيقوم من القبل يا جماعة فاكرين الممثل اللي غاه راح في غايبوبة ودفنو حسبوه مات صح يلاقى نفسه في القبر او الانسان يوم الايامة كده بيصحى يلاقى نفسه نفسه في القبر بعد كده التراب يتنفض يطلع يلاقي ضلمة تامة كأنه من قبر صغير لقبر كبير بالزبط اذا الشمس كورت عارفين يعني ايه كورت اتطفت خلاص اتطفى نورها يعني ما عادش يعني ظلام دامس اصعب مشهد الانسان ممكن يؤمن النمعة ليه مشهد الظلاب لو فرعت ده من بين رجل ايه يترعب لو حد يعني خبطه خبطه صغيرة فرقبته مين ده هو طالع ما عاش عارف الصراخ اللي حوالي ده صراخ مين هو مش عارف اللي بيستغسوا دول بيستغسوا ليه هو مش عارف اللي بيتعذب ده بيتعذب ازاي هو طالع على ظلام دامس واذا النجوم انكدرت كمان النجوم اتطفت معادش عارف هو فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال وانكدر القوم على القوم يعني هجموا عليهم فجأة انكدر النجوم يا جماعي النجوم انقضت على الارض من كل جهة نفس الرؤية اللي شاب برقاها وجيه يقول لي بيقول لي انا شفت ان انا ادانة ده اندخل اصلي في الجامع ببص في السماء لقيت النجوم كلها هجمة على الارض والكواكب اترعبت ببص للناس لقيت الناس كلها ماشية ولا حد داري ولا حد في دماغه بيقول لي تلعبت عايز انبه الناس وعايز ادخل الجامع بسرعة اذا النجوم انكدرت اتطفت وهجمت على الارض الظلام الدامس بعد كده واذا الجبال سيرت الجبال تصير زي ما البشر بتسير كده هتصير ازاي واجماعة الجبال هتصير تخيلوا الجبال لما تزول من مكانها هيحصل زلازل رهيبة في الارض فاكرين يوم زلزال القهر التاني يومها صلينا الفجر ودخل وطلعت نمتع عند بعض اصدقائي لقيتهم بيصحوني بعد نص ساعة الحق اجري ببص لقيت الناس بتجري في الشارع الناس نازلة من البيوت بتجري في الشارع افزع حاجتين يصحى النايم عليهم الظلام والزلزالة والزلزالة الرهيبة اهم دول اول مشهدين يوم الايامة ربنا بيقولك دول اول مشهدين هيصحي يوم الايامة واذا الجبال سيرت واذا العشار طلت العشار اللي هي ايه اللي هي الجمل اللي حامل في الشارع العاشر النقل اللي حامل في الشارع العاشر يعني لسا لا اسابيع وها تولد يعني ايه يعني دنيا حامل في دنيا يعني ايه يعني بنت جميلة وركبة عربية احدث موديل يعني ايه يعني عليس ما بيصليش بس عليس غني جدا وشغل شغلانة برا بيجي منها ولفات في الشارع يعني ايه يعني انت جاي بعد ما سفرت كذا سنة برا جاي بتقول لي رجع وشوف دينك بعد ما حلوت بعد ما زلزهت بعد ما جات لي متأشرة يعني ايه يعني دنيا حامل في دنيا عشان كده المفسرين يقولك ان العشارة اطلت دي لما السحاب يجي بأمليان مية وهيمطر اهو لما الارض تنبت وخلاص الزروع بانت وهتتقطف ايه خلاص الدنيا قربت الدنيا بعد ملهوف عليها بقى عايزة بأي طريقة العشار الدنيا اللي حامل في الدنيا اكتر ما اشهد الانسان نسى ربنا عشانه اطلت ولا عدلها ايمة اتسابت يعني ايه يعني ابواب البنوك بقيت مفتوحة ما حدش عايز يدخل ياخد شيلن ابواب النوادي اللي كانت بقلوفات اشتراك سنوي ولا حد عايز يدخل فيها ابواب العربية تحدث موديلات اصحابها انسوها ولا حد عايز يدخل اركبها ابواب قصوري الملوك والامراء مفتوحة وتاجرت ولا حد عايز يدخل فيها اطلت الدنيا ولا عدلها ايمة الدنيا اتفضحت من اول خمس دقيق يوم القيامة يا جماع من اول خمس دقيق في يوم الحشر الدنيا تفضحت فضيحة مفيش بعدها فضيحة واذا العشارة طلت واذا الوحوش وحشرت وحوش قال له ده ربنا بيقولي العشار يعني القبل محشورة هي الوحوش السباع والضباع والقسود والفهود والنمور مش كنيكا بتاكل العشار العشار قدامها هي ولد بصيلها هي نفسها مفزوعة مرعوبة مش قادرة قلوبها بترتجف جوه صدورها طب الوحوش ده الواحد لو نام صح ألاق نفسه في قفص قسود يعمل ايه طب ما بالك بقسود ونمره في هود البشرية كلها من يومها الارض اتخلقت كلها محشورة معاك واذا الوحوش وحشرت عشين كده بعدها واذا البحر سجرت الانسان يترعب من الوحوش أهرب من ايه الوحوش متعرفش تدخل المية أهرب على المية يلاقي المية كلها بقت نار واحد وتمانين في المية من مساحة الكرة الأرضية بقى نار كأن الواحد وتمانين في المية بقوا بنزين البحر والمحطات كلها بنزين وولع يا جماعة البحر سجرت سجرت يعني ايه سجرت يعني ولعت نار سجرت يعني اتفجرت بالحمم والبراكين سجرت يعني اتملت حمم ونار سجرت يعني المية العزبة دخلت في المية الملحة ازاي ده دي انهر ودي بحار حارفين زي ما ربنا بيقولوا تكونوا الجبال وكالعهن المنفوش العهن المنفوش اللي هو الصوف اللي كزا لون كل جبل في الارض لون غير التاني معنى ان الجبال تبقى كزا لون ان الارض من زلازلها الجبال هتتطاير عبر مشارك الارض ومغاربة وتصطدم ببعض والجبال تغطلت ألوانها وصخورها مع بعض أو بالضبط كده المية المية تدخل في بعض من قطر الزلزلة اللي بتحصل في الأرض انتم متخيلين وإذا البحار سجرت البحار سجرت ما له من دافع مين اللي يقدر يدفع حريقة ولعت فوحة 80% من نجوة حجب الكرة الأرضية مين اللي يقدر يدفع ملايكة السمات السبعة نازلة تقبض على البشر مين اللي يقدر يدفع يوم القيامة وزلزلة القيامة وانقضات النجوم على الأرض ما له من دافع وإذا النفوس زوجت النفوس زوجت يعني إيه يعني كل واحد ييجي مع نوايته يعني العاص ييجي مع القارين بتاع الشيطان الإنس اللي كان بيوزه ومع صحبة السوق اللي كانت بتعصى ربنا معاه ومع كل اللي عاصوا ربنا نفس المعاصي اللي وعصاه ليه عشان لما يبصوا وانا يقول لكم عذاب رعب أنا إيه اللي جابني مع المجربين دول أنا إيه اللي جابني مع الأفاكين دول أنا هتحاسب زيهم ولا إيه أنا هتحاسب زيهم ولا إيه إنما الملتزم مع الصحبة الصالحة اللي كان بيتعرف بنا معاها وبيحضر دروس معاها وبيحفظ كرآن معاها وبيتعلم تجويد معاها مع كل اللي عملوا أعمال صالحة زي أعماله عشان يستمشن ويفرح أنت هتزوج مع مين أنت يأتيب مع مين أنت عبادتك تخليك مع العباد قيامك يخليك مع القوام أنت لغاية الوقت اجتهدك في الدعوة يحشورك مع الدعاء أنت لغاية الوقت تطلبك للعلم يخليك مع طلبة العلم والعلماء أنت جهدك في سبيل الله يخليك مع المجهدين أنت عفافك وانقابك ورفضك للاختلاط وعدم مزحمة الرجال في المواصلات ولا في الشغل وقرارك في بيتك وعفافك وغضك للبصر وعدم إقابة أي علاقة ولو بريئة أو غير بريئة مع أي شابة وأي راجل كل ده وانقابك يوقفك مع عائشة وفاطمة وخديجة يوم القيامة أنت تزوج مع مين هنزوج مع مين يا جماع وإذا النفوذ زوجت وإذا الموقودة تسؤلت إيه ده أكبر 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 صدمة للناس يوم القيامة إن أول من سيسأل يوم القيامة الموقودة اللي كان عندها ساعات وبوها ردم عليها وقتلها ودفنها دي بتتسأل أمان اللي عايش ستين سبعين سنة يحصل ربنا هيعمل إيه الموقودة تسأل أمان احنا نعمل إيه يا جماعة أمان احنا نروح فين ودي أولها يعني أنه ما فيش مظلوم هيروح حقه وما فيش ظالم مش هيقتص منه وما فيش واحد مش هيتسأل لو كان في حد في أرض المحشر مش هيتسأل كانت دي مش هتتسأل وإذا الموقودة تسؤلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت الموقودة تسألت تبدأ صحف الأعمال تتنشر قدام عين كل واحد أهي أعمالك أهي عملت وعملت 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 إيه ده كل ده عملته وفي نفس اللحظة السماء قشتت وإذا السماء قشت القشت ده زي ما تشيل القشطة من على وش اللبن كأن السماوات بكل سمكها السبعة ده كانت أشرة بالنسبة لحجم العرش الرهيب السماوات قشت وإظهر العرش وإظهر عرش الرحمن وجلال عرش الرحمن سبحانه وتعالى وإذا الجحيم وصعرت ربنا يقول إذا وإذا وإذا ربنا صحف حبي يقولك اليوم ده يبقى يوم رهي إيه إحنا لسه في أول خمس ده يوم القيامة يا جماع إحنا لسه في بداية يوم القيامة يا أخوانا إحنا لسه الحساب ما بدأش إحنا لسه ما نسألناش يوم القيامة خمسين ألف سنة يعني لو كل سنة اتكلمنا عليها في ساعة لا لو كل سنة اتكلمنا عليها في دقيقة وإنت هتعيشها سنة سنة إلا لو أنت بين مؤمنين المتقين لو كل سنة اتكلمنا عليها في دقيقة إحنا محتاجين نتقابل كل يوم هنا هو لمدة سنتين ونص كل يوم نتكلم ساعة عن يوم القيامة عشان كده أنا عايز أتكلمكم في سلسلة ده عن يوم القيامة مرتين تلاتة إن شاء الله لان يقوم رهيب واذا الجحيم صعرت الجحيم صعرت هتصعر بمين اول من تصعر به من نار في بشر بيلقوا فيها من العصاء والقاثمين بتصعر به من نار الجحيم دي كلمة ما تتقالش غير لو المكان ده الوقود بتاعه طبقات يعني جسس البشر اللي بيحترق بها وبتصعر بها نار طبقات فوق بها تاني حاجة عميقة جدا صحقت العمق فصحقا لاصحاب السعير تالت حاجة ديئة جدا جدا ولا يا سب الله رابع حاجة النار مسلطة تصريط مباشرة على الأجساد زي أفران الحديد النار مسلطة على الحديد تصهره هو ده اسمه الجحيم احنا عملنا ايه عشان نتقي لفح النار يوميها جماعة عملنا ايه ده الشمس على بعد 93 مليون ميل بتجنننا في الحر من شدة اللفح وما الجهنم هيبقى لفحة شكله ايه ده احنا عايزين عشان نبعد وجهنا عن النار نصم ونعاهد ربنا كل اتنين وخميس ما نسمومش ابدا عشان كل يوم يبعدنا 70 سنة عما نموت ان شاء الله نكون بعيدنا عن النار واذا الجنة ده ازلفت واذا الجنة ازلفت يا جماعة الجنة الرابط كنت مرس رمضان وهموت بالعطش وقبل المغرب وماشي لقيت عربية شركة عصير ومعروض العصير بمنظر الصور بتاعتها انا كنت طوع من طولي من المنظر بس تخيل الجنة ازلفت وسط الحر الرهيب والعطش الرهيب ده تخيل طب الجنة ليه مش احنا اللي نروح لها لا انت فضلت تسعالها طول الدنيا هي النهاردة اللي اجيلك الكرام ليك ما عادش في مجهده ما عادش في تعب النهاردة النعيم هو اللي اجيلك لغاية عندك واذا الجنة ازلفت عالمت نفس ما احضرت الوقت بس المتبرجة عارفت ان هي كان بتعمل ايه الوقت بس العاص الوقت بس اللي بيقول حرام الوقت بس المنافق والمرائي والمرابي الوقت بس كل عاص عارف وكان بيعمل ايه الوقت بس عالمت نفس ما احضرت يا جماعة لما بيكون فيه امتحان بقولك حضر لامتحان قرب لما بيكون فيه صفر حضرت للصفر ولا لأ احنا ورانا صفر خمسين الف سنة وسبع تمنتلاف سنة في القبر والله واعلم والصفر طويل حضرنا لها قد دي يا جماعة يا اخوانا ده نلو والله العظيم الناس لو صدقت ان الجنة في جمال الفنادق الخمس نجوم كانت احتجلت لأكتر من كده الناس لو صدقت ان الجنة في جمال قصور القمراء والخلفاء والوزراء كانت اشتغلت لاكتر من كده الناس لو صدقت ان الجنة في جمال النوادي كان الشباب اشتغلوا لاكتر من كده يا جماعة احنا لازم نحضر لازم نحضر للحظة تنوقف من الى ربنا لازم نحضر لكذا الف سنة نقعدهم في قبرنا لازم نحضر لخمسين الف سنة نقفهم في ارض المحشر لازم نحضر لامتحان شافه وعملي وتحريري شافه والله المثل الاعلى تعرض على الله ويسألك تحريري لما اعملك تتصحح على الميزان عملي لما تعدي من على الصراط عمليا ويتشاف انت كنت مستقيم على صراط الدنيا قد ايه عايزين نفوه يا جماعة علمت نفسه لازم تحضر انت حضرت في الصيام قد احشان ربنا يشفع لك حضرت في القرآن قد احشان القرآن يشفع لك انت صارت سنة النبي قد احشان النبي عليه الصلاة والسلام يشفع لك عملت ايه في العبادة عشان الملايكة تشفع لك يوم القامة هتلاقي ناس جاية بشونة روزم فلوس روزم حسنات وحقيقي واتلاقي ناس جاية بشونة روزم بس فلوس مزورها مرقين مرقين والع dites بالله من نفطين واتلاقي ناس جاية بشونة مليانة روزم شكات وكنبيالات وخسائر عليها من زنوب والع dites بالله انت هتيجى تعمل ايه يوم القيامة يا جماعة عايزين نفوع عايزين ننتبه الكلام ده انا عارفه ولما انت اعارفه متنفذاش ليه ولما انت عارفه متنفذيش ليه عارفين كعب ابن مالك طوبة كعب ابن مالك لما النبي اعزد القرار ان الصحابة كلهم خارجين في تابوك تابوك ده السمار على شجر رسول الله هنسيب رزق السنة كله ازاي تابوك 1500 كيلو في الصحراء تابوك هنروح نحارب الروم تابوك كعب ابن مالك مرته الجميلة قوي ازاي مرتاء زوجاته ازاي تابوك ازاي ازاي هيسيب الدنيا دياته يروح لتابوك ويمشي في الحر الراهيب ده كعب ابن مالك يقعد يأجل 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 اوعى تأجل لغاية ما الجيش يطلع وكعب ابن مالك يتأخر معادش قادر عاجز ان هو يطلع مع الجيش النبي يروح تابوك والصحابة ويرجعوا عليه الصلاة والسلام يرجع النبي اول قرار يصدره ممنوع مقطعة عامة لكعب ابن مالك هو الاتنين اللي يتخلفوا معايا مقطعة يمشي في الشارع محدش بيسلم عليه يدخل المسجد محدش بيسلم عليه القرار التاني القرار التاني ان زوجة كعب ابن مالك تفارقه كمان مراتي ما عطش عايش معها القرار التالت يسلم على الرسول الله الرسول ما يسلمش عليه حبيب الله كعب ابن مالك يروح ربع صدمة ينطه من على صور احد قريبه ويروح يقول له اتعلم اني واحب الله ورسوله ما يرضاش يرد عليه ما يرضاش يكلمه كل الناس جفته كل الناس سابته الصدر اللي بعد كده الاتنين اللي كانوا تخلفوا معاه يعودوا في بيوتهم يعتزلوا يبكم لدرجة ان واحد منهم كان هيتشل يوصل الكارب بكعب ابن مالك ليوم بعد خمسين يوم طالع على سطح بيته صل للفجر كعب ابن مالك كانف طقص في الخمسين يوم دول يا جماعة مكان ش حلته قد التبل عليه التبل اللي عليه يوميها كان الكارب الشديد وضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم بعدش نفصه عادم اخنوق و dispon القرار بعد ما صلى يسمع واحد من على الجبل بيقول يا كعب ابن مالك خررته ساجدا وعلمتوا انه الفرج ربنا نزل المغفرة لكعب ابن مالك واحد طلع على الجبل ينادي وواحد طلع جاري ينادي وناس طلع الجاري وراه واحد ركب حسن وطلع يجري عليه كعب ابن مالك طلع يجري على النبي عليه السلام في المسجد عشان يحضن النبي بعد خمسين يوم عذاب ومقاطعة هو في الطريق الصحابة كلهم بيستقبلوا يحضنوا يهنوه يدخل الجامعة طالح ابن عبيد الله يقوم يحضنه يروح للنبي النبي وشه زي الامر عليه السلام يتهلن يقول له يا كعب ابن مالك ابشر بخير يوم مرة عليك منذ ولدك امك يا طرحنا لما نروح لحضن النبي عليه السلام الرسول والصحابة يحضنونه ويقولون لنا ابشر بخير يوم مرة عليك منذ ولدك امك يا طرح جماعة يفرحوا بينا يا جماعة ولا لا انا بقول قصة كعب ليه انتو جماعة طوبة قاتل الماء اللي قتل ميت نفسه ربنا ما صعبش عليه التوبة كده ما تصعبش عليه الامر كده ليه كعب ابن ملك التوبة تصعبت عليه للدرجة دي ليه يا جماعة لان القاتل الماء ما كانش عارف كان غلبان انما كعب ابن ملك كان عارف انا عارف يبقى دي حج عليك يبقى لما هتتأخر كعب ابن ملك اتأخر مرة اتعاقب الحكومة دي انت اتأخرت كم مرة وانت اتأخرت كم مرة يا جماعة كعب ابن ملك رضي الله عنه اتشدد عليه التوبة لانه كان عارف يبقى الكلام ده عارفه حج عليك قدام ربنا حج عليك قدام ربنا حج علينا يا جماعة قدام ربنا سبحانه وتعالى الرسول والسلام بيقول من صراه أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت بصت في الثلاثة لقيت الثلاثة سبحان الله إذا الشمس كورت المرحلة الأولى يوم القيامة الدنيا بقى الظلمة النور اتقطع في كل حتة الكون كله النور اتقطع منه بعد كده إذا السماء انفطرت انفطرت السماء ما عادش فيه مدارات كل حاجة بقت عاملة زي العقد اللي انتصر من بعضه كل حاجة تفرطت كله بيجري وبيخبط في بعضه وإذا الكواكب انتصرت الكواكب بتدور حوالين النجوم خلاص ما عادش فيه مدارات كله انتصر وإذا البحار فجرت زرات الـ H2O الـ H2O جد في ناحية والـ OO في ناحية يعني حصل انفطار في الزرات المجرات والزرات القبور بأثرت يطلع الإنسان يلاقي انفطار في المجرات من فوقه وانفطار في الزرات من تحته منظر رهيب المشهد التالت إذا السماء انشقت المرحلة التالتة صورة الانشقاق السماء انشقت يعني بعد ما حصل الانفطار الاستضامات حصلت اتشققت وتفتتت الكواكب والنجوم فيبدأ المهلي ينزل ينزل يسيح زي الزيت المغلي يوم تكون السماء كالمهل زيت مغلي سايح على الناس والعزو بالله السماء بتمطر زيت مغلي وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها ألقت ايه حمم وبركين ألقت حمم وبركين مغلية يعني الانسان يطلع يلاقي حمم وبركين بتسقط من السماء وحمم وبركين بتصعد من الأرض من تحته من صره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين شايف بس مباشر من يوم القيامة فليقرأ الصور التلاتة ده ايه التلات صور دول احد اخواننا دخل على مدموعة الشباب يكلمهم فبيكلمهم في الدين وفي الدعوة واحد قال له بص أنا اسمي مايكل والتاني أنا اسمه جورج والتالث أنا اسمه قال لهم كده طب الحمد لله انك انت مايكل وانك جورج بتتحكوا عليهم زي الكلام ده أنا عارفوا مش عايزين تسمعه مش عايزين تسمعه السؤال دا نعرفه نجاوب يا شباب كل أدان بيدا سؤال جاوبنا ولا لأ ونزلنا نصلي في الجامع كل فتنة في حياتنا سؤال جاوبنا ولا لأ ومرضاناش نستسلم ليها كل معصية في حياتنا سؤال جاوبنا ولا لأ وتوبنا منها يا جماعة احنا في امتحان وورقة الأسئلة لسه فضية والوقت بيعدي والإجابات لسه مخملنهاش عايزين نجاوب كم سؤال في الورقة لسه ماتجاوبش كم طاعة لسه ماتعملتش كان معصية لسه ما انتمش منها عايزين نجاوب الكلام ده نعرفه هتضيع دنياتنا واخرتنا والعزو بالله حج علينا ان احنا عارفين عارفين ومنطبقش ترضى انك انت تبقى فيك ملمح من ابو جهل اللي كان عارف ومنطبقش ترضى يبقى فيك ملمح من ابليس اللي كان عارف ومنطبقش ترضى يبقى فيك ملمح من اليهود اللي كانوا عارفين ومنطبقوش ترضى تبقى معهم في النار والعزو بالله مينفعش يا جباعة عايزين الموضوع يتشدد ما اللي عارف ده بيتشدد عليه لو وقع وخلط وغلط ولا عيث بالله يبقى إذن يا شباب أنا قبل ما سيب كل وقت أنا عايز كل واحد يسأل دفسه سؤال مش بس فيه كم سؤال ما تجاوبش فيه كم مادة أصلا مطلوب إن احنا نجاوبها ونذكرها ده الإيمان نضعنا 70 شعبة طالب سريعة ما عنده 75 مادة هيمتعن فيهم أنا عايزك تمسك ورقة وقلم الليلة وتكتب أسماء المواد بس هدى نفسك ما انتش عارف أسماء يجي ستين مادة من اللي عليك وما لا ننجح فيهم إزاي يا طرى المادة بتاعت بصلة الرحل عملنا فيه مادة بيري الولدين يا شباب مادة الحياء يا أغت النقاب والعفاف وعدم الاختلاط وعدم النزول في الأصوات مع الرجال يا طرى جماعة مادة الصلاة وقيام الليل يا طرى مادة الصيام مادة ذكر الله وأذكر الصباح والمساء مادة التوبة والبعد عن المعاصة والخوف من الله مادة حب الله واليقين في الأخرة والخوف من القيامة المواد دي كلها عاملين فيها إيه الكلام ده انت عارفه بالله عليك الإيمان بضع وسبعون شعبة دخلت كم شعبة ذكرت كم مادة من البضع وسبعين مادة والمادة اللي ذكرتها ذكرت كم صفحة من المنحك بتاعها يا طرى يا شباب يا طرى يا شباب هنيجي يوم القامة مع مين مع العباد ولا العلماء ولا الدعاء ايه العمل اللي هنيجي به معاهم عايزين نلحق نفسنا وعايزين نجواب على الأسئلة وانبطل الكلام ده نعارفه لا لا يا رب انا كل حاجة عارفها هتطبقها يا رب واتعلم اكتر عشان اطبق اكتر يا رب لان انا عايز انجح انا عايز انجح انا نفس انجح انا نفس انجح يا رب نجحني يا رب اللهم توب علينا وارض عنا وادنا اللهم ثبتنا اللهم زدنا اللهم علمنا اللهم فتحك اللهم مددك اللهم نصرك اللهم نورك اللهم بركتك وهداك اللهم حفظك اللهم غوثك اللهم يا رب إن شئت هديتنا إن شئت ثبتتنا إن شئت علمتنا رب زدنا علم اللهم اجعل رمضان هذا فتحا على أمة حبيبك اللهم اجعله فتحا على الإسلام ونصرة الإسلام اللهم تب على عصوة المسلمين واهد غير المسلمين واهدي غير المسلمين واهدي غير المسلمين يا أرحم الراحمين كما هديت المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله ربنا يفتح للباب ربنا يفتح للباب عصيته كتير طولت جيال بقى ليلة مهار ورايش فعزان طبعا ده أكيد 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 ربك تولى بس انت تتوب تسبر على الباب تسبر على الباب